إسرائيل تعتبر جولة المفاوضات في القاهرة منتهية بعد أن قدمت للوسطى تحفظاتها على مقترحات حماسة وستمضي في عمليتها المقررة ضد رفاح وأجزاء أخرى من قطاع غزة وفق المخطط تلك تصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي بالتزامن مع إعلان مصادر مصرية مغادرة الوفد الإسرائيلي ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز القاهرة عقب أحدث جولة مفاوضات بشأن غزة في خضم ذلك استمرت التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد تنفيذ العملية العسكرية في رفاح وزير الأمن أيو آف جالانت قال إن إسرائيل ستفعل ما يتطلبه الأمر لتحقيق أهدافها الحربية بينما قال رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إن إسرائيل ستقاتل لوحدها إذا اقتضت الضرورة إذا اقتضت الحاجة أن نكون وحدنا فسنقاتل وحدنا وعند الحاجة سنقاتل بأظافرنا لكن لدينا أكثر من الأظافر سننتصر بقوانا الذاتية يشير نتنياهو في تصريحاته هذه لتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل في حال قررت المضيق قدم نأف اجتياح رفاحة دون ما يصفه البيت الأبيض بخطة واضحة تكفل حماية المدنيين عقب ساعات قليلة من تهديدات بايدن سارع البيت الأبيض إلى طمأنات إسرائيل التطمينات بثها مناصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الذي قال إن الأسلحة الأمريكية ما زالت تصل إلى إسرائيل وتحصل على أغلب ما تحتاجه منها معيدا التأكيد على أن واشنطن لن تتخلى عن تل أبيب وبشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفاحة قال كيربي إن المحادثات بشأن رفاح مستمرة مع إسرائيل وإن الولايات المتحدة تعتقد وجود سبل أفضل من الهجوم البري الكبير لمطاردة ما تبقى من حماس في غزة بمساعدة واشنطن وتشكيل هيكل حكم بديل وفق تعبيره من جانبها أعادت حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسي عزة الرشقة التأكيد على التزامها وتمسكها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء مشيرة إلى أن إقدام إسرائيل على اجتياح رفاح واحتلال المعبار يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء وتصعيد العدوان وحرب الإبادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر